السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي احنا في محل عطر الزهور عادي نشوف عندهم دلوقت كل الوصفات الهيلة اللي الصبانات بتعملها وزي ما المثل بيقول ادي العيش لخبازه واحنا جينا بقى عند خبازه ونعرف منه الطريقة يارب الفيديو يعجبكم وما تسبش الفيديو تخرج اللما تتفرج على كل حاجة كل حاجة عنده اهم توفرة وجميلة واسعارها هيلة واسعار رخيصة وكمان فيه تركيبات هنجيب منه تركيبة صابون زي الطريقة الاصلية بتاعتهم زي اللي هم بيعملوا الدوني تفضل اه دي طريقة السابون اللي احنا هنعملها بتعمل دي طريقة سابون منزلية ممكن تعمل على عشرة كيلو مية كل ربع كيلو سيلفونيك بياخد سعين جروم سودا على حسب خمس مكونات ده السيلفونيك ده البولي ده السودا ده اللون ده الريحة دي ممكن تعمليها على عشرة لتر مية عايزة تزودي كل ما بتزودي في السيلفونيك ده كل ما بتزودي المية بتاعتك او كسابة السابون اللي انت عايزها طبعا ممكن نعمل تاني غير السابون ممكن نعمل دوني ممكن نعمل برسيل جيل ممكن نعمل شامبول السجال في حاجات كتير بلسم ممكن نعمله السابون طبعا درجات على حسب الكميات وعلى حسب السماسة اللي احنا بنحطها بيطلع معاك جودة السابون الرقم طبعا السابون علشان يبقى سهل جدا والسابون ده ما بيبط يعني لو حاولكي بوازيه مش هيبط بنضاريته سهلة خالص ده رقم واحد اللي هو البولي رقم اتنين رقم تلاتة السودا السودا ده اللي هو البطول مادة كونة وده رقم اربعة اللي هو اللون وده الريحة الريحة دي احنا بنحطها عشان تدي ريحة للسابون بس ولا بتزود ولا بتمقص هي عبارة عن ريحة بس هي جميلة صراحة انا باخد من عندهم على طول وبعمل كمية السابون بتقعد عندي فترة وبردو لما نروح البيت هوريكم الطريقة ازاي احنا عملناها خطوة خطوة لكن رقم واحد لو حطتي رقم اتنين ما بيبط رقم اتنين بدا رقم ثلاثة ما بيبط اللي هي اسهل طريقة في السابون هتقول لنا بقى كمان طريقة الدوني المكونات بتاعته ماشي اجهزها واشرحها لي النهاردة زي ما عودناكم طبعا الفيديو اللي هاتش اللي في طريقة السابونة النهاردة هنعمل دوني منزلي نفس الدوني اللي بنشتري من برا بس في طريقة سهلة جدا وبسيطة بسيطة البيت تعرف تعمله في البيت بطريقة سهلة الدوني عبارة عن ثلاث حاجات حاجة اسمها صفت اللون الريحة بتاعتنا هو ده كل خطوات الدوني ده يتعمل في البيت ده صفت بجيب النفس الطريقة بتاعت السابون الجردل المياه بتاعي او البرميل التلاتين لتر وبافضل اقلب عصايا او لو ما فيش عصايا تفكي ايد المقاشة وتقلبي بيها طبعا ده لو نزل كله مرة واحدة في المياه هيكالكع مني في مشتعرفة التخدمين بتفتح الكيس سنة بسيطة من هنا كده وبعد كده بتفضيه سنة سنة يعني تحاولي على قد ما تقدري ده ينزل في ثلاث دقايق مثلا وتبطل يتقلبي بعد ما تخلصي الصفت ده او نادل في الجردل لمدة خمس دقايق او عشر دقايق تحليز مستمر ده هتلاقيه عامل فتافيت بيضة معاك كده اول ما الفتافيت البيضة ديه بتدوب خالص بتدقيه حط اللون بتاعي اللون ده طبعا احنا ممكن نعمله ازرق ممكن نعمله احمر ممكن نعمله روج اي لون ما بيقصرش في الدون باخد درجة اللون بتاعي والباقي بركينه برضو اللون الزيادة وده الريحة طبعا هو ده التكلفة كلها في الدوني في الريحة دي يبدأ معايا مثلا من خمسة وعشرين درومي يكلفني التلاتين كيلو خمسة وعشرين جنيه دوني هتعمليه في البيت ما شاء الله يعني تلاتين كيلو بيعتبر خمسة وعشرين جنيه يعني موقفش الكيلو حتى بتمانين قرش حاجة روعة صراح انتي ممكن تتحكمي بقى في السعر بدرجة الريحة دي انك تزودي ريحة شايفة طريقتك هاي لوحكتك جميلة طب دلوقتي انا سمعت فيه ناس على اليوتيوب بتقول احنا بنحط فرمالين هل فعلا فرمالين بيتحط على الدوني؟ حقيقي فعلا الفرمالين بيتحط على الدوني بس للفترة اللي بيقعد فيها اكتر من سنة وطبعا انت لما تعملي عشرين كيلو في البيت او خمسة وعشرين كيلو في البيت انت مش هيعودوا عندك سنة ده بالعكس انت الدوني ده هيبقى في كل حاجة انت شغلة بيها الفرمالين له اضرار برضو لانه خطر على الصحة احنا بنحطه بنسب معينة لكن ماينفعش ست البيت تلعب بمادة الفرمالين لكن ده صف ممكن احط اكتر منه ده ريحة اكتر منه ده لون اكتر منه لكن هيديني نفس الريحة بتاعت الهدوم اللي هي محتوط عليها الدوني نفس ال حتى لو انا مش حتى فرمالين ولا حين الفرمالين ده مالوش علاقة غير بال اهو يا جماعة بقى يعني هو من ايد الخباس ذاتنا احصول لا هي الكسة كلها بيبقى الفرمالين ده حاجة بنقدر ان احنا نزود بها البيع مع الزبون مش اللي هو كسة ان انا هديكي فرمالين علشان يضافت الشغلة لا ده انا بديكي حاجة عشان اغلي سعرها وهو حاجة رخيطة جدا الفرمالين رخيط جدا على فكرة بس مادة حافظة اساسية في الصيف للمنتج اللي هيقعد عندك اكتر من سنة لكن شهر واثنين وثلاثة وخمسة وستة وعشرة مش محتاج فرمالين لا ده انت معلوماتك جميلة بقى ده انا خلاص انا هفتح صبونا بقى احنا تحت امرك وطبعا زي ما انت شفتي هالطريقة سهلة جدا 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 وجربوا مستنيين تعليقاتكم ان شاء الله في الفيديوهات الجديدة يلا يوا بقى تكتفونا لازم تكتبولو تعليقات حلوة ده طبيعي لازم تسجعونا بس كده يلا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني ومشاهديني في القناة يا رب كلكم تكونوا بخير سعيدة بوجودكم معايا وسعيدة ان انتم بتدخلولي وسعيدة بتعليقاتكم جدا النهاردة بقى زي ما انتم عارفين احنا رحنا عند الصبونة واشترينا منه مكونات بتاعة الصبون ستايل ومكونات بتاعة الدوني احنا هنعمل دلوقتي الدوني وهنعمل الصبون ستايل خطوة بخطوة زي ما بيقوله كده ادي العشق خبازه احنا رحنا بقى عند خبازه وعرفنا منه الطريقة يلا بقى بينا عشان نشوف الطريقة الاول هنعمل الصبون ستايل وبعد كده هنعمل الدوني وهنشغلها لغاستالة وبعد ما هنخلص الدوني هجرب برضو الريحة وهشوفها ايه كمان زي ما احنا بنشتري من برا ولا ايه تعالوا بقى بينا هنشوف الطريقة دلوقتي صحبايبي اول حاجة هنعملها ده جردل بتاع ده اتنشر بياخد اتنشر لتر مية احنا حطينا في المية وهنتزي اول حاجة ودي معلاقة خشب انا نخليها بعمل بيها ستابون دايب انا مش بحب اشتري حاجاتنا مبارة كتير دايما بحب اعمل حاجتي كلها في البيت زي ما انتو عارفين غدهودة حتى تلبيت السيور بو رب يفرقني في البيت وكل حاجة في البيت مش بخل والله بس اه هي بقى ايه يعني تعاون دايما لما اشعملي حاجتك في البيت بيجبها احسن وانضط من كل حاجة هبتجي اول حاجة خالص هنزد بالمجد البيضة دي وهي جوه بكيس كده هتفركيها بكاس من الهيه تبقى زي الملح تبقى دايبة معاك كده معلاقة كده وهفضي شوية شوية وانا بفضي بقلب كده طبعا فيه ناس بتقول الصابون المواد كموية طبعا بس احنا يا جماعة كل الحاجات تبنشتريها مبارة فانت بدلا ما انت تشتري من برا آآ لتر الصابون السايل بتلاتة جنيه وبخمسة جنيه ما انت اهو اعملي اتناشر لتر باثناشر جنيه يعني ووسع عليك اللتر بجنيه وهتبقى حاجة جميلة انا بعمله بصراحة بنبقى القيل وبحط جوه ازازة عندي تاني وباخد منها من الازازة دي وزود منها المية عشان اصدم بيها هو طبعا قلينا الاسامي بتاعتهم كلها في قلب الفيديو اهي برضو هنزل كده بيها وبعد ما هخلص هقربوكم برا هجيب باسلتة ووريكم الرغوة بتاعت الصابون اللي احنا عملناه في البيت عاملة ازاي عشان ما تقوليت نجيب حاجة من برا من برا بيبقى احسن وبيبقى انضف ولا احسن ولا انضف ولا حاجة وباش حطين في مواد كموية مفيس صابون مفوش مواد كموية كلها مواد جوتالكبات يا جماعة كل ده بطوص تخلي بالك وانسي بحطيه دايما نخلي معاك مقص كده وفتحي ده هنحط شوية شوية هينزل تلاقيه بيبقى عامد زي اللبن في قلبه المية بيخلي المية زي اللبن وبعد كده قط اللون اللون ده ممكن تجيبي لون اصفر تجيبي لون اخدر اللون اللي انت بقى حبايا يعني اللي هي البرتقوني ده نديك اللون الاصفر عندي الجلسرين اللي هو بتاع الادين ده ممكن تخط شوية الجلسرين مع القتين كبار من الجلسرين مع الفلطة علشان خاطر لو انت ايديك حساسة من المواد بتاع يعني من الصابون ممكن تخطش بتجيبي الجلسرين وتاخد منهم علاقتين تخطشها على الفلطة بتاعتك بتديك نعومة وحلاوة يعني كده لما تجي تخسلي النوعين ولا تخسلي كده ايديك ما تتحريش وما تتبهدلش طبعا كده كده لازم تحافظي على على ايديك يعني المفروض تحطي كريمات مرتبة وحاجات زي كده كل يوم بالليل كده حطي يعني احنا اخرت لابنية عبو نعمل حاجات في البيت مش هنهتنب ايدينا حطي بالليل كده شوية كريم مرتبة على ايديك واحنا خطينا هور ريحة بتاعت الصابون وخلاص الصابون معنا خلصة هون هوررهولك بصينا عايزة اوليك شايفة شايفة الرغوة ده اللي وقع بس من الصابون يعني ده مش الصابون كله ده اللي وقع منه شايفة الرجابة عاملة ازاي دلوقتي احنا عملنا الصابون خلاص هنعمل الداوني الداوني هو قال لنا الكمال اللي دهنا دي تعمل تلاتين لتر احنا هنعمل الجلجل ده وبياخد نشر لتر وانا عايزة يبقى تقيل معي شوية علشان يديني ريحة قطع ودي يا جماعة الجلجل الثاني كده احنا مطينا اربعة وعشرين لتر مية واحنا دفعنا تمنحة بتركبة الداوني دي خمسة وعشرين جنيه يعني يعتبر برضو اللتر واقف عليك يعني لو هو على تلاتين لتر زي ما هو قال مية ايبقى اللتر الدون واقف عليك بخمسة وسبعين قرش فتعالوا بقى نشوف التركبة بتاعت الدون دي تعالوا بقى زي ما عملنا الصابون هنعمل معنا الدوني المادة البيضة دي هو قال نفتحها حاجة بسيطة خالص هنسمي اللام ونبتزي بقى ننزل ايه بيها زي ما انتوا شايفين انا ايه يا رجب بس اعملت كا انها سن لبوك المادة دي نزلة كده الجالبة اللتي بالمعلقة الخاشة برضو يا ربا كون بعمل لكم حاجات مفيدة وحاجات تعجبكم وما تنسونيش بقى في اللايك وما تنسونيش في الاشتراك لو لسه دفنة جديدة انا جايدة والمضبه قدرودة كل المشتركة عندي في القناة رباسي مش هتكبر الا لكم انا احنا شايفين اهو وقال لو انتوا نزلتها مرة واحدة بالتالتها معاك لكن هي ما شاء الله علشان احنا شايفها من خمين الكيس ايه؟ يا دو باك حاجة بسيطة جدا وانا سألته علشان لقيت ناس على اليوتيوب بتقول احنا بنعمل الدولي بنفتوله فورمالين قال لي لا الفورمالين بيبقى خطر ومدره عالصحة بسيبت البيت يعني معاكوا اطفال سبايرين فهو الفورمالين دوت بيتحطي لو انت هتعملي كمية زي الناس باكوا المحلات اللي هتقعد معهم سانة لكن احنا هنعمل كمية على قدنا هنغسل بقى ونمسح الشقة و ايه؟ كل حاجة هنعملها بالدول بنشور الغسيل كده والناس اللي مش هتشارع تشم ركت الغسيل الجميل شم ركت الغسيل الجميل ده دلوقتي حبايب زي ما انتم شايفين اهو احنا بجلنا نقلب 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 بس انا مقدش اطول عليك الفيديو ده خب ما هي المادة اللي عندي دي جايت كلها سيلة خالص ما خالش اي فتفيت ما خالش اي آآ كلاكيع هو اصلا الدوني يا جماعة بيبقى ابيض كده وبعد كده اللون ده على حسر ما انت تحبه كده احنا جبنا لون برضو من عنده قال لي عايزة الدوني لونه ايه؟ وانتنون عايزة نفس لون الدوني بتاع بارك هو داني اللوني الازرق ده همه جميلة اللي ساكن بقى في بورتوس ولا في الوداء ولا في الاتج بيروف يشتري منها صراحة خاليتها هيلاء ابدا دوني بخنصة وسبعين قرش دلوقتي دلوقتي احنا عملنا ايه؟ هبتدي احط انزل باللون واحدة واحدة كده واقلت برضو سلام عليك يا بيت يا غدودة فنانة والله الواحد لازم يشكر في نفسه شوية عشان مالجموش احبار احطينا اللون احطينا المخضر بيضة هبتدي انزل دلريحة وهو قال عليها دي وبعد كده هنعبي بقى كل الحاجات دي بقى بقى زالي ويبقى عندنا كمية دوني ايه؟ ماهنا استنى بحقها بالخمسة وعشرين ملونة اهو تدريحة كمان هنحطها اهو تدريحة كمان هنحطها هتها جميلة جدا يا رب ما بقاش دي فتحيلة عليك واكون بقدم لكم حاجاتي معلومات مزيد دلوقتي حبيبي خلاص خلصنا كمية الدوني زي ما انت شايفها قدامك اها كمية ما شاء الله جميلة كده جميلة جدا ويجب كتيرة دلوقتي حبيبي ده الدوني ما سبناه اه لحد تاني يوم بصي بصي تقيله جميل ازاي؟ عايز اقول لك انه هو هايل 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 ساعة ما عملناه كان لسه كان لسه معمول كانت تقبلك انه هو خفيف لا ده تقيله جميلة هو هو قال لنا كمية دي تكفي تلاتين لتر مية انا حطيت اربعة عشرين لتر مية لو انت عايزة اخفي من كده زي بتاع اللي بيجي في قلب العلب بيبقى خفي من كده حاجة بسيطة حط التلاتين لتر بس انا شايفة انه هو كده جميل حطيه بقى في الدرج بتاع الغسالة اللي هو بتاع الدوني هيخلي لك الغسيل ريحته زي الفل وحاجة هايلة وجميلة ورخيصة بالوقت حبايلي خلاص خلصنا كمية الدوني ويا رب يكون الفيديو يخفى عليكم ماكونش دفا تقيلة ويا رب الفيديو يعجبكم وما تنسوش بقى اللايك ما تنسوش الاشتراك وعملي مشاركة للفيديو وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته